أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منه وعلعن أعداءهم ورحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله الموضوع التعامل السلبي مع الظالمين وأنواع الظالمين متعددة ومن جملتها الحاكم الظالم والعالم الظال المظل وظلم الكفر وظلم الفسق قال الإمام الصادق عليه السلام إن قوما ممن آمن بموسى على نبينا وآله وعليه السلام قالوا لو أتينا أسكر فرعون رام السيس الثاني فرعون لقب العائلة وكل ملك من ملوكهم كان إلى اسم خاص عينا مثل ملوك إيران في الزمن قبل الإسلام اللي اسم العائلة لقب العائلة كسرة أما كل ملك إلى اسم خاص في مصر هم نفس الشيء لقب العائلة فرعون الفراعنة يعني الأفراد المنتمون إلى العائلة المعينة وكل فرعون إليه اسم خاص فرعون موسى اسم رعمسيس الثاني وبدنه على ما سمعت الآن محنب في متحف باريس إن قوما ممن آمن بموسى قالوا لو أتينا أسكر فرعون وكنا فيه ونيلنا من دنياه النيل التحصيل الحصول موسى أسكره ما كان دنيوي ما كان بشيء إلا الزهد على ما يبدو أما أسكر فرعون أسكر دنيوي فرد واحد اللي يصير جندي في جيش فرعون فالدنياه دنيا محترمة هذولي كانوا متديني بس كانوا يضوجون من الزهد قال له إحنا هسنا ننخرط في الجيش الفرعوني وعندما موسى يظهر خسب الأخبار التي جاءتنا عندما موسى يظهر لإنقاذ أمة بني إسرائيل من أيدي الفراعنة فعند ذلك ننهزم من الجيش الفرعوني ونلتحق بموسى يعني في نظرهم رادوا يسعون شطارة هم يجمعون بين الدين وهم يجمعون بين الدنيا يقول هسا أنا أصير ويا صدام بس إذا شفت بوادر ثورة ناجحة ضد صدام ففورا أنحاز من صف صدام أجي إلى صف الثائرين فإذا كان الذين رجوه من ظهور موسى صرنا إليه يعني نروح يمن ففعلوا راحوا في الجيش الفرعوني وبعد معلومها الذي يروح في الجيش الفرعوني إشقد يرتكب من محرما مثل هذا الإنسان اللي يصير ويصدام فمعلوم إشقد يرتكب من المحرما فلما توجه موسى ومن معه هاربين فعندما موسى أخذ أمة بني إسرائيل وخرج من مصر هاربين من بطش فرعون ركبوا دوابهم هذول الجماعة ركبوا دوابهم الأفراس البغال هشنو كانت دوابهم ما مذكورة في الحديث الشريف ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير ليوافوا موسى ومن معه يوافوا حتى يتصلوا بموسى وبجيش موسى فيكونوا معهم فبعث الله تعالى ملائكة فضربت وجوه دواب بهم فردتهم إلى عسكر فرعون هستئشلون ردتهم في الحديث الشريف وموجود بعبارة أخراوية الله ما تتمكن تسويها الأعمال لازم يكون إليك خط واحد ميصر يكون إليك خطين أو أكثر فكانوا فيمن غارق مع فرعون هذول الجو في عسكر فرعون وفرعون هم بكل عسكره وهم مليون على ما بباريه راحوا وراء موسى وأمة بني إسرائيل حتى يأخذوهم ويردوهم إلى مصر وصارت عملية الغارق المشهورة المذكورة في القرآن الكريم والحديث الشريف هس في هالعصور هم نفس الشيء في العصور القادمة هم نفس الشيء لازم يكون إليك خط واحد ميصر يكون إليك أكثر من خط وإلا الله يدخل في القضية بالمعجزة بالأمر الغيبي الله يدخل في القضية ما يخلي قال الإمام الصادق عليه السلام إن قوما ممن آمن بموسى على نبينا وآله وعليه السلام قالوا لو أتينا أسكر فرعون وكنا فيه ونلنا من دنياه فإذا كان الذين أرجوه من ظهور موسى صرنا إليه ففعلوا فلما توجه موسى ومن معه هاربين ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير ليوافوا موسى ومن معه فيكونوا معهم فبعث الله تعالى ملائكة فضربت وجوه دواب بهم فردتهم إلى عسكر فرعون فكانوا فيمن غرق مع فرعون قال رسول الله صلى الله عليه وعليه شر البقاعي دور الأمراء الذين لا يقضون بالحق شوفوا البقاع جمع البقاعي المكان المعين الكرة الأرضية تجتمل على البقاع وهذا واضح والبقاع على ثلاثة أقسام بقع خير مثل أرض كربلاء المقدسة أرض مكة المكرمة وبقع عادية لا خير ولا شريرة وبقع شريرة دار الحاكم الظالم بقعة شريرة دار الحاكم الظالم بقعة شريرة دار الحاكم الظالم بقعة شريرة دار المبغى بقعة شريرة دار المرقص بقعة شريرة دار الغناء بقعة شريرة شر البقاع شلون البقاع الخيرة فيها درجات بقعة خيرة بدرجة وبقعة خيرة بدرجتين وبقعة خيرة بثلاث درجات وهكذا البقاع الشريرة أيضا هكذا شوفوا يا إخواني حسب الحديث الشريف بقعة مكة المكرمة خيرة بقعة المدينة المنورة خيرة ولكن حسب الأحاديث الشريفة بقعة كربلاء المقدسة ما كنت له بقعة في العظمات فخير البقاع الخيرة بقعة كربلاء المقدسة البقاع الشريرة أيضا هكذا بقعة المخمر شريرة أما شر البقاع دار الحاكم الظالم يعني كودا هذه دار الحاكم الظالم فهذه البقعة أكثر شرا من البقعة التي بنيت عليها مخمرة أو مبغى أو مرقص أو دار غناء وما أشبه شر البقاع بقعة دور الأمراء الذين لا يقضون بالحق الذين لا يحكمون بالحق طبعا هذه الصفة من رسول الله صلى الله عليه وآله صفة احترام للأقلية الخيرة وإلا من الواضح أنه إذا يكون خمسين أمير فحتى واحد منهم معادل وإنما كلهم ظلمة إذا يكون ألف أمير حتى واحد منهم معادل كلهم ظلمة إذا يكون مليون أمير فواحد منهم معادل كلهم ظلمة ولكن في التاريخ أكو استثناءات نادرة اللي من شدة نداتها يحق لنا أن نقول استثناءات شاذة يعني قليلة 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 جدا اللي لا تقول نادر قول شاذ فاحتراما لها القلة القليلة رسول الله صلى الله عليه وآله يشير إليهم وإلا أكو عندك حاكم غير ظالم ماكو عندك شر البقاء دور الأمراء الذين لا يقضون بالحق قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أرض سلطانا بما أسخط الله تعالى خرج من دين الإسلام هذا اللي يتصل بالحاكم الظالم الحاكم الظالم يريد منه شغل أفرض في العراق هذا اللي يسجل بعثي وما يتركوا هالشكل يكون حر بكرة يريدون منه تقرير مخابراتي بعد بكرة يريدون منه شغل معين فما يصير أنا أتصل بالحاكم الظالم وأركبك لاو على راسه هو أشطر مني إذا ما كان أشطر مني ما كان يصير حاكم كان يصير فرض واحد معذب في أقوية التعذيب فأشطر من الآخرين اللي أتمكن يتحكم في الآخرين فأنا إنسان عادي أو دون العادي إشلون أتمكن أركبك لاو على راسه بمجرد ما أتصل به وأنال من دنياه هو وهم ينال من ديني هو وهم يأخذ ديني فرسول الله صلى الله عليه وعليه يقول من أرضى سلطانا بما أسخط الله تعالى رضى صدام في القتل وسخط الله تعالى في القتل إذا أرضيت إذا أرضيت صدام فقد أسخط الله تعالى فشنو يصير رسول الله يقول ما يصير شيء خرج من دين الإسلام إني أنت بعد بكرة لا تقول أنا مسلم قول أنا ملحد من أرضى سلطانا بما أسخط الله تعالى خرج من دين الإسلام إخواني إهنا أك نقطة مهمة وقاصمة للظهر وهي إهنا ماكو من أرضى سلطانا يوما أسبوعا شهرا سنة خمسة أعوام لا حتى المرة الواحدة تخرجني من الإسلام حتى المرة الواحدة تخرجني من الإسلام شوفوا من أرضى سلطانا لما أسخط الله تعالى خرج من دين الإسلام بصورة مطلقة حتى ولو مرة واحدة إلا أن يتوب وتوبته تكون توبة نصوحا فتقبل وإلا القضية وإلاها قال الإمام الجواد عليه السلام كفى بالمرء خيانا أن يكون أمينا للخوانة بعض الناس يعتبر الأمانة حسنة حتى في مورد الحاكم الظالم الإمام الجواد يقول له الأمانة في مورد الإنسان الخير حسنة أما في مورد الحاكم الظالم الأمانة قبيحة كفى بالمرء خيانا أن يكون أمينا للخوانة يقول آني تنت محاسب صدام عشر سنوات ولم أخنه حتى في قضية صغيرة كلامك صحيح بالنسبة إلى صدام ولكن في طول عشر سنوات خنت الله تعالى وخنت الأمة الإسلامية وخنت الوطن لأن الأمانة مع الخائن زيادة في الخيانة فانت كل حياتك مع صدام تنت خائن كفى بالمرء خيانا أن يكون أمينا للخوانة قال الإمام الصادق عليه السلام ملعون ملعون اللعنة يضطرد من رحمة الله تعالى عندما نقول اللهم لعن الشمر يعني اللهم أطرته من رحمتك فالملعون مطرود عن رحمة الله تعالى وآن عندما أقول زيد ملعون ربما كلامي يكون صادق ربما كلامي يكون كاذب أما الإمام عليه السلام العالم بالغيب عندما يقول زيد ملعون لأنه عالم بالغيب ولأنه صادق فكلامه مورد الاعتماد فإذا أمرت أن يقول ملعون 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 يعني مطرود من رحمة الله مو بشكل عادي وإنما إهواي مطرود من رحمة الله ملعون ملعون منه عالم يأم أن يقصد سلطانا جائرا معينا له على جوره حالة كون العالم معينا للسلطان الجائر على جوره هذا محترام للقلة القليلة يصير عالم يدخل البلاط وما يكون معين على جور الملك هذا محال الملك جائر والعالم يصير برغي في جهازه إشنون هذه البرغي ما يكون معين في جوره بس رسول الله ده يخترم واحد من مليار فالجواحد اللي يدخل في جهاز السلطان الظالم على أساس أنه سرا يصلح الأمر مثل علي بن يقطين مثل النجاشي في الزمن القديم ملعون ملعون عالم يأم سلطانا جائرا معينا له على جوره إشهر إخواني كما ذكر فيما سبق الحاكم الظالم ظالم ولا اعتبار بملابسه وإنما الاعتبار بظلمه أبو بكش كان معمم عمر كان معمم عثمان كان معمم معاوية كان معمم الشمر بنفسه كان معمم يعني فرد واحد يكون ظالم و معمم أو يكون مكشد أو يكون مسدر مسدر أو يكون معقل أو يكون أفندي ماكو فرق إذا ظالم فهو ظالم إذا عادل فهو عادل هس فرد أسود في أقصى نقاط إفريقيا ودمين المنظر إذا هذا كان عادل فهو على رأسي أو فرد أبيض حسن المنظر في قلب أوروبا إذا هذا كان ظالم هذا مرفوض فالأمور الجانبية أصلا مورد للاعتماد والاعتبار وإنما الأمر الجوهري مورد للاعتبار الأمر الجوهري يكون عدالة أو يكون ظلم إذا عدالة فمقبولة بعد أوصاف الشخص اللازمة والمفارقة مو مهمة إذا الأمر الجوهري يكون الظلم فالشخص مرفوض بعد أوصاف اللازمة والمفارقة مو مهمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفوا قال الإمام الحسين عليه السلام الحديث هوى قوي لا تصفن لملك دواء لا تصفن لملك دواء يعني لا يصير الطبيب للملوك هنا بعض رسول الله صلى الله عليه وآله ما جاء بالاستثناء لأن إشقد أجيب استثناء ما موجود في التاريخ إلا واحد أو اثنين هنا جاء بالملوك بدون ما يخليش شيء بدون ما يخلي صفه بيش أن الملوك عادة ظلم إن الملوك إذا أفسدوا إذا دخلوا قرية أفسدوها ملكة سبع تعرف هذا الأمر فرسول الله صلى الله عليه وآله من يعرف هذا الأمر هي ملكة وهي تعرف إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها فرسول الله صلى الله عليه وآله أشرف البخلوقات من الفاضي الحقيقة لا تصفن لملك دواء خلص يعني لا تصير بناء الملك لا تصير دجار الملك لا تصير حداد الملك حتى لا تصير طبيب الملك لا تقول هذه إنسانية أريد أنقذ حياته من الموت أو أنقذ بدن من المرض لا هذا خيانه الإنسانية في مورد الذيب مو إنسانية وحشية هذه الإنسانية في مورد الإنسان الطيب إنسانية لا تصفن لملك دواء يعني أصلا أنت لا تدنوا من الملوك لا تسوي لهم أي شيء لأن أي شيء تسوي لهم فهذه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أون لهم على ظلمهم زين هسه إشلوني الإمام الحسين عليه السلام يجيب الدليل ما يقول لأن الله تعالى لا يرضاه لأن أنا عادة أقول خلي أنا أحصل على الدنيا هسه أرضاه ما رضاه إذا أنا على لساني ما أقول هذا الشيء ففي باطني أقول أقول يابا إذا صرت نجار الملك يطيني فرد فلوس اللي ما أحصله إذا صرت نجار الفقراء في الحي الفقير من المدينة الفقيرة يابا الله يقول لا خلو إذا مو على لساني في باطني يقول خلي الله يقول لا خلي الله يغنيني أنا ما أروح على الملك أما الله ماذا يغنيني أنا أروح على باب الملك فإن الإمام الحسين يجي الناس من طريقهم خليش ما أصير طبيب الملك فإن نفعه لم يحمدك إذا الدواء نفع الملك الملك ما يقول لك شكرا الملك يعتبر نفس ملك ويعتبر كل الشعب عبيد وإمائله فإذا الطبيب خدمه ونجاهه من الموت ومن المرض ما يقول شكرا أبدا كأنه إلي حق فإن نفعه فإن نفع الملك دواء كهذا لم يحمدك ما يمتحك وإن ضره وإذا هذا الدواء ضر الملك اتهماك بعد حتما أنت من المتآمرين على الملك وبعد منه يخلصك فإهناني أنا كالطبيب أقول خوش منطق إذا كان يقول لي لأن الله لا يرضى ما تنتأكبر أما عندما هالشكل يجيب لي دليل أقول له خوش منطق صلوات الله عليك يا أبو عبد الله الحسين أنا بعد ما أصيب طبيب الملك أصلا أترك مغداد أروح للبصرة حتى الملك ميدز علي عندما يصير ملي قال الإمام الحسين عليه السلام لا تصفن لملك دواء فإن نفعه لم يحمدك وإن ضره اتهمك إخواني في بالي حديث شريف مو بالنص بالمضمون الحديث الشريف إهواي قوي يقول حتى لا تبني للظلم مسجدا صدام يرجي ابني مسجد في بغداد والمسجد بيت من بيوت الله تعالى يجز وراك أنت كمعمار كمهندس كبناء فأنت لا تبني المسجد والشيطان لا يغرك لا يقول هذا هو مقصر لصدام هذا البيت لله تعالى أنت لا تسوي أنت لا تسوي لأنه يستفاد من بيته في سبيل الظلم قال أمير المؤمنين عليه السلام الله تعالى جلت قدرته إلى شعيب على نبينا وآله وعليه السلام إني مهلك من قومك مائة ألف أنا راح أهلك من قومك مائة ألف أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم الأخيار أكثرية الأشرار أقلية الأخيار الأخيار ستون ألف والأشرار أربعون ألف فقال عليه السلام هؤلاء الأشرار يعني هذول الأشرار خلت تهلكهم إليك حق فما ضال الأخيار الأخيار شبيهم حتى تهلكهم فقال الله تبارك وتعالى داهنوا لا ينو داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضبي أربعين ألف كانوا يرتكبون المعاصي وأنا كنت أغضب عليهم ستين ألف من الأخيار وكانوا يتمكنون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يغضبوا لغضبي ولم يقوموا بواجبهم فأصبحوا أشرارا بالنتيجة وإن كانوا أخيارا في الظاهر فهم أيضا يستحقون الهلاك قال أمير المؤمنين عليه السلام أوحى الله تعالى جلت قدرته إلى شعيب على نبينا وآله وعليه السلام إني مهلك من قومك مائة ألف أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم فقال عليه السلام هؤلاء الأشرار فما بالوا الأخيار فقال عز وجل جاهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضبي إخواني شوفوا هناك نكتب الأخيار مو أربعين ألف والأشرار ستين ألف حتى يكون لهم أذر ولو غير وجيه يقولون إحنا كان في أقلية إشلون نتمكن نتغلب على الأكثر وهنا نكتة أخرى الأخيار بالنسبة للأشرار مو خمسين خمسين حتى يكون لهم أذر ولو غير وجيه يقولون إخو إحنا كان مقدارهم فإشلون فرد واحد يتغلب على مثله لا الأخيار هنا أكثرية وأكثرية شاحقة يعني مو واحد وأربعين ألف لا ستين ألف مقابل أربعين ألف فما لهم أذر حتى غير وجيه روى الحارث بن المغيرة وهو من الرواة الكبار لقيني الإمام الصادق عليه السلام في بعض طرق المدينة المنورة ليلا في بعض العبود فقال لي يا حارف فقلت نعم فقال أما حرف تنبيه يعني التفت زين التفت المطلب مهم فقال أما ليحملن من يحمل الله تبارك وتعالى ليحملن ذنوب صفهائكم على علمائكم الإنسان اللي يعمل بالإسلام هذا يعتبر حكيما أي يضع الشيء في موضعه والإنسان الذي لا يعمل بالإسلام وإن كان عاقلا يعتبر سفيها أي لا يضع الشيء في موضعه السفي يعني الذي لا يعمل بالإسلام الإمام يقول يوم القيامة كل ما هذول السفهاء تكون لهم ذنوب الله يخلي الذنوب في صحائف أعمال العلماء العلماء يعترضون أنه إحنا ما سونا هالذنوب بيش هالذنوب اتسربت إلى صحائف أعمالنا فشوفوا الجواب أما لا يحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم ثم مضى الإمام الصادق ما شرح القضية أراح وإن هناك نكتة مهمة إذا القضية مهمة واتبينها بشكل عادي السامع المخاطب ما يعرف الأهمية ليش لأن يشوف هذا بيّن القضية بشكل عادي إذا مثلاً حيا تدخل الغرفة أنا أقول يا ابني حيا دخلت الغرفة الإبن ما يعطني لأن يشوف الكلام هو بارد فكأنه القضية باردة أما إذا أصيح عليه أصيح مو أتكلم بلساني فقط وإنما أتكلم بكل حركات بدني الإبن يعرف القضية كما هي عادةً التخاطب بين أفراد البشر هالشكل إذا الأمر مهم لازم تبينه بشكل مهم إذا الأمر مو مهم خبينه بشكل عادي الإمام الصالق عليه السلام شاف الحارث ليلاً في بعض طرق المدينة اطاراس الخيط يا سيدي يا مولاي خبين إلي السبب وإلا أنا أروح على داري فكل الليل أبقى سهران أفكر في القضية الإمام الصالق عليه السلام يقول أريدك تكون سهران تفكر في القضية حتى تهتم بالقضية وإلا ما تهتم ثم مضى قال هذا الآن ثم مضى ثم أتيته بكرا فاستأذنت عليه أخذت الإذن من السكرتير من الخادم من الحاجر فقلت فدخلت عليه فقلت جعلت في ذاك لما قلت ليحملنا الذنوب سفهائكم على علمائكم فقد دخلني من ذلك أمر عظيم استول علي قلق طول الليل ما أدري ما أدري شنو أنا قاتل لنفس وما أعرف أنا زاني وما أعرف أنا غاصل دار أحد وما أعرف أنا بقيت طول ليل سهران فقد دخلني من ذلك يعني من كلامك أمر عظيم فقال لي نعم أنا أريدك تبق سهران ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهونه يعني إذا وصل من رجل شيعي لكم خبر تكرهون ذلك الخبر مما يدخل به علينا الأذى والعيب عند الناس خبر اللي بسببه إحنا نتأذى وبسببه الناس يعيبوننا ما يمنعكم إذا فرد واحد من أصحابكم سوى فرد شيء هالشكل أن تأتوه أن تزوروه فتؤنبوه توبخوه وتعظوه وتقولون له قولا بليغا ليش بتنهون عن المنكر ذاك من يعرف الإسلام فيرتكب المنكرات أنتو اللي تعرفون الإسلام ليش متمنعوا عن المنكرات هنا أكو نكتة قولا بليغا البليغ على وازن فعيل وفعيل قد يأتي بمعنى المفعول قتيل الطص أي مقتول الطص عن الإمام الحسين وقد يأتي بمعنى الفاعل نصير الإسلام الأول أي ناصر الإسلام الأول عن أمير الموين عليه السلام إن القول البليغ البليغ هنا بمعنى البالغ الذي يبلغ يعني موتنهاه عن المنكر بكلام لا يدخل إلا في أذنه فقط وإنما إنهه عن المنكر بكلام يبلغ إلى أعماق قلبه استعمل ويا أسلوب اللي يبلغ إلى أعماق قلبه أنا أسألكم سؤال مع احتراني لأسلوب الخطباء مطلب معين الخطيب يبين فوق المنبر بأسلوب نفس المطلب المعين مخرج الفيلم يبين بأسلوب الفيلم أيهما أبلغ الفيلم أبلغ من المنبر فالأسلوب البليغ أي الأسلوب البالغ إلى أعماق الشخص دققوا النظر النقطة مهمة يعني هذا اللي عليها أن ينهى عن المنكر ما يصير يقتنع بناهي بسيط ويقول التكليف سقط عني الله تعالى قال لي أنهى عن المنكر وأنا انهيت عن المنكر والتكليف سقط لا لازم اتفهم الشخص اتفهم الشخص بشكل يفهمه مو بشكل يسمعه لأن الإنسان ربما يسمع شيء أما لا يفهم ذلك الشيء لا يستوعب ذلك الشيء فهذا ما بلغ إلى عماق قلبي فشن الفائدة فيه فقلت له الحارث يقول للإمام إذن لا يقبل منا ولا يطيعنا هذا يحب المنكرات فإذا أنا أنهى عن المنكر ولو بالقول البليغ هذا من يقبل الآن عاشق للمنكرات الإمام يقول إذا ما فادوي يا حتي فروح على الموقف السلبي فقال الإمام عليه فإذن فهجروه عند ذلك إذا أصر على المنكرات قاطعوه استعملوا معه سلاح المقاطعة كل إذا القضية الشكل فأنا من أولي جاي ما أجي إلى دارك وأرجوك ما تجي إلى دارك واجتنبوا مجالسته المجالسة هنا مجالسة بمعنى المصادقة يعني من نجاي لطسي الصديق إليه حتى بهذه المقاطعة تضغط عليه فينتهي عن المنكرات إخواني هنا أكو نكتب مهم والنكتمو من عندي من العلماء الكبار وهي أن السلاح المقاطعة مو السلاح مطلق وفي جميع الأزمن والأمكن والأفراد والظروف فرج واحد اللي يفعل المنكرات إذا اتقاطعه فالسلاح المقاطعة ناجحويا فرج واحد إذا يفعل المنكرات إذا اتقاطعه فيتولد عندي عنات فيفعل المنكرات أكثر وبإصرار أشد فهنا سلاح المقاطعة ما يكون إلى دور لازم تتحبب إليه تستعمل معه سلاح المصادقة الأشد حتى عن طريق المصادقة الأشد تضغط عليه أدبيا فهو يجي للطريق إنسان ثالث سلاح المقاطعة مؤثر فيه وسلاح المصادقة أيضا مؤثر فيه فإنت شوف اختار أي الطريقين لأن أنت بالخيار أمامك واجب مخير وإنت لازم تختار أحد الشيئين فهذه مسألة إهواي مهمة شوفوا الله تبارك وتعالى على ما يظهر من بعض الأدعية ربما يؤدب بالعقاب وربما يؤدب بالجود إلهي إلهي تؤدب ني بعقوبتك من هذا نفهم أنه الله عندهم أسلوب في التأديب بغير العقوبة بالكرم بالكرم حتى البشر العاديين اللي هم مو الله تبارك وتعالى هذولهم يستعملون أسلوبين يعني ربما فرد واحد من أتباعه يصدر من نذان فيعاق به ربما فرد واحد من أتباعه يصدر من نذان فيجود عليه أكثر فذاك الإنسان يخجل أنه أنا أسعت فأحسن إلي أكثر فهذا يشكون يصيص فينقلع عن الإساءة روى الحارث بن المغيرة قال لقيني الإمام الصادق عليه السلام في بعض طرق المدينة المنورة ليلا فقال لي يا حارث فقلت نعم فقال أما ليحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم ثم مضى ثم أتيته فاستأذنت عليه فقلت جعلت فداك لما قلت ليحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم فقد دخلني من ذلك أمر عظيم فقال لي نعم ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهونه مما يدخل به علينا الأذى والعيد عند الناس أن تأتوه فتأنبوه وتعظوه وتقولوا له قولا بليغا فقلت له إذا لا يقبل منا ولا يطيعنا فقال فإذا فهجروه عند ذلك واجتنبوا مجالستاه قال قال الإمام الصادق عليه السلام إن الله تعالى بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها عذابا إلهيا لها فلما انتهي إلى المدينة فلما وصل إلى المدينة وجد رجلا يدعو الله تعالى ويتضرع إليه فقال أحدهما للآخر أما ترى هذا الداعي إشلون إحنا ندمر مدينة صحيح كل أهله فصاق فجار كفار ولكن واحد مؤمن داعي متضرع إلى الله تعالى يعيش في المدينة إشلون اندمر المدينة كل أما ترى هذا الداعي فقال الثاني قد رأيته ولكن أمضي لما أمرني به ربي الله عند علم الغي الله أمرنا بإهلاك المدينة شنو إحنا نعرف الداعي والله ما يعرف الداعي فحتما هذا الداعي هم لازم يهلك لسبب معين بس إحنا من نعرف السبب المعين إحنا لازم نكون مطيعين فقال الأول المعترض ولكن لا أحدث شيئا أنا ما أقوم بالتدمير حتى أرجع إلى ربي يعني أروح أبين لله تعالى هذا الأقل فعاد إلى الله تبارك وتعالى فقال يا رب إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرع إليك وشفت ما يصير إن دمر هذا الإنسان فقال الله عز وجل امضي لما أمرتك أنت ما عليك أنت نفذ الأمر وعلى مودك أبين السبب ليش لازم هذا المؤمن هم يروح فإن ذلك رجل لم يتغير وجهه غضبا لقاط في عمر كل ما نهى عن منكر عملا ولا نهى عن منكر قولا حتى ما قطب وجه مرة من المرات عندما شاف المنكرات فهذا انت دائت شوف يدعو ويتضرع أما هو فاسق فاجر لا يقوم بالنهي عن المنكر اللي هو واجب من الواجبات فعبادته مفيد إلي هو هم لازم يروح لو هذا كان يقوم بدوره ما كان يبقى وحده في القرية لا هم كان يجيب ويا جماع يدعون ويا إن الله تعالى بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها فلما انتهي إلى المدينة وجد رجلا يدعو الله تعالى ويتضرع إليه فقال أحدهما للآخر أما ترى هذا الداعي فقال قد رأيته ولكن أمضي لما أمرني به ربي فقال ولكن لا أحدث شيئا حتى أرجع إلى ربي فعاد إلى الله تبارك وتعالى فقال يا رب إن انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرع إليك فقال امضي لما أمرتك فإن ذلك رجل لم يتغير وجهه غضبا ميقا قال الإمام الصادق عليه السلام كان رجل شيخ أي كبير في العمر ناسك ناسك يعني شغله العبادة عبد يعبد الله تعالى في بني إسرائيل فبين هو يصلي وهو في عبادته إذ بصر يعني رأى بغلامين صبيين إذ أخذا ديكا وهما ينتفان ريشه يقلعان ريشه وهو حي يعني عملية تعذيب للحيوان فأقبل على ما هو فيه من العبادة قال شي علي بيهم شي علي بديك صلاة أهم ولم ينهه ما عن ذلك فأوحى الله تعالى إلى الأرض أنسيخي بعبدي ساخت الأرض بقارون أي أخذته أي ابتلعته فساخت به الأرض الأرض ابتلعته وهو الإمام الصادق يقول وهو صادق وآلم بالغيب وهو ذلك العابد يهوي يهوي يعني ينزل يعني مو أنه ذاك الوقت الأرض أخذته فقام ينزل إلى الآن ينزل إلى الآن ينزل وهو يهوي في الدردور مو إلى الآن أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى وقت يكون فيه إنسان هذا ينزل إخواني دققوا النظر مسألة مهمة الدردور شنو هو الدردور الإسم العربي الفصيح للمصطلح العراقي المحكي الخورة ماكو الخورة اللي تصير في النهر في البحر واللي تجذب الإنسان الخورة عندما تأخذ الإنسان مو مثل الطلقة اللي تجي على المخ اللي تقتل في اللحوة الواحدة الخورة تأخذ الإنسان وهي تسحبه إلى جوه وهي يغرق شيئا فشيئا يعني تعذيب مستمر إلى أن يموت إدي كان وضع هالشكل تعذيب مستمر كان يصير عليه كل ما ينتفون من ريشة واحدة يتعذب مرة وعندي عين ودا يشوف هذول دا ينتفون ريشة فدا يتعذب بشكل مستمر اللهم عذب هذا التارك للنهي عن المنكر بشكل مستمر والدردور اهنان بيان دا يتعذب في الدردور الأرضي اللي ضغط أكثر من ضغط الماء شوفوا إذا التراب الحجر يضغط عليك وهذا أعظم مما يضغط عليك الماء لعني الماء لين هين ما بيعني ثقل ما بخشون كان رجل شيخ ناسك يعبد الله تعالى في بني إسرائيل فبينه ويصلي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين إذ أخذ ديكا وهما ينتفان ريشه فأقبل على ما هو فيه من العبادة ولم ينهه ما عن ذلك فأوحى الله تعالى إلى الأرض أنسيخي بعبدي فساخت به الأرض وهو يهوي في الدردور أبد الآبدين ودهر الداهرين الحديث بمغزة مهم يجب أن نتكلم حوله بعض الكلمات شوفوا شوفوا يا إخواني العبادة آمر مهم إلى درجة أن الصلاة الواجبة يحرم قطعها ليش لأن أنت في العبادة تتكلم مع الله تبارك وتعالى إش لون تقطع كلامك مع الله تبارك وتعالى لأمر آخر أما الحديث الشريف شنو يقول يقول النهي عن المنكر أعظم من العبادة أنت في الصلاة وأنت ذا تتكلم مع الله تبارك وتعالى إذا شفت أمامك منكر يفعل يعمل به فأنت بإرادة الله تعالى بأمر الله تعالى بحب الله تعالى كودا أن الله يقول لك اقطع العبادة أنت لازم تقطع العبادة وإت رح تنهى عن المنكر وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله سبحانه وآله محمد سلم الله سلم الله جميعا سلم أبا بكر أو ينبغي له أن يحب أبا بكر لأن أبا بكر أحسن إليه أما كان في المستوى أصلا ما يعتنى بأبي بأبي